دعوات عدة أطلقتها دول ومنظمات مدافعة عن البيئة تحذر من احتمالية انفجار ناقلة النفط الراسية قبالة ميناء الحديدة في اليمن ما ينبئ بأكبر كارثة نفطية وبيئية في هذا القرن وكل ذلك وسطت تعنت الحوثي بعدم السماح لدخول مراقبين وخبراء لتفقد الناقلة المنظمة الدولية المدافعة عن البيئة جرين بيس حذرت بدورها من احتمال وقوع انفجار في ناقلة مفتي صافر في أي لحظة ما قد يتسبب بوقوع واحد من أكبر الحوادث في التاريخ داعية الأمم المتحدة للتحرك الفوري لمنع الكارثة المديرة التنفيذية لمنظمة جرين بيس جينيفر مورغان أكدت على ضرورة سعي الأمم المتحدة لمنع وقوع المزيد من الكوارث على الشعب اليمني وما قد ينتج عن ذلك من آثار أخرى محتملة على ملايين آخرين في المناطق المجاورة بدوره أوضح المنسق الأول لحملات جرين بيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحمد الدروبي أن الحرائق الناتجة عن الانفجار قد تؤدي إلى تلويث الهواء مع آثار صحية خطيرة على المجتمعات المحلية المنكوبة وعلى فرق الاستجابة أيضا ويعتبر خزان صافر سفينة لتخزين وتفريغ النفط محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام وهي مهجورة منذ 2015 ولم تخضع لأي صيانة تذكر وتحذر الأمم المتحدة من تسرب نفطي في السفينة ما قد يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر ويدرب قطاع صيد السمك ويغلق ميناء الحديدة الشريان الحيوي لليمن ترجمة نانسي قنقر